اشتركوا في القناة انت فهمت غلط المبنى قديم جدا من نهاية قصر عثمانيين وبداية قصر محمد علي يعني ممكن يكون مش موجود بالكامل لكن فيه اي اصار للمبنى قصر العثمانيين ومحمد علي تم مش تقولوا كده خلتوني اشك في قدراتي انجز المهمة في قصر وقت ممكن الوقت مش لي صليحنا مفهوم؟ علم ما ينفذ في التو واللحظة يا ساتر على الحر السنة دي يا عدلات ده شديد قوي هو شديد بعقلي يا جمالات يا أختي ده الشقق عندي نار مش طيق اعود فيها يا ده بك ادخل خمس دقايق واطلع جاري على الشباه ولا النموس اللي بيعرسنا ويجيب لنا الأمراض والبلاوي ونرش مهما نرش مفيش فايد النموس والسراصير هجا معالنة من الخرابة والزبالة اللي فيها المفروض البلدية تيجي تنظافها وتعمل لهم محضر يا اختي حتعمل لمن ولا المين ده الحرة كلها بترمي فيها الزبالة قولي بس لو صاحبها ييجي يبني فيها ولا يعمل فيها أي حاجة مفيدة بدل ماه سايبها مقلب زبالة وهو حد عارف من صاحبها ولا زا كان عايش ولا ميت ده بيقولوا اللي مكانها كان عصر كبير وبيقولوا انها مسكونة عفارت وجن علشان كده محدش راضي يشتريها اسكوتي يا عادلات بلاش السي رادي يجعل كلامنا خفيف عليهم يا خراشي ودي أهدى كمان سمكتي يا حبيبتي عاملق إيه النهاردة إيه وهتكوني زعلانة مني علشان انشغلت عنك طول النهار طماطم يا طماطم أيوة أيوة نعم يا طمطم هذي كيس الفكهة علشان أخسلها حاضر يا طمطم إيه ده إيه ده استني يا طماطم هذي واحدة من الكيس ما ينفعش يا بوجي يا حبيبي تأكل الفكهة من غير غسيل علشان ممكن يكون عليها طراب يضر صحتك لازم تخسلها كويس قبل الأكل طيب خلاص أنا هروح أرسم بقى على ما تخلصوا اللي بتعملوا ده طمطم شوفي قدي إيه ربنا خلق الطبيعة جميلة فعلا منظر جميل خالص خالص بس يا خسار الناس ما بتحفزش عليها رسكو الله معداد 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 كده صح نبتدي الشغل أوكي صدقني يا زيكو مشروع النت ده مربح جدا لو عملناه في الحارة هينجح بنسبة مية في المية أنا عمل له دراسة جدوى وعمل له ميزانية كمان مش ناقص غير التنفيذ إيه رأيك تدخل معايا شريك لا أنا بفكر في مشروع تاني خالص مشروع مهم مهم جدا مشروع إيه يا زيكو بقولك نت نت افهم بقى مشتل ظهور ونباتات نادرة تضحك لأي يا زيكو أنا قلت حاجة ضحك يعني ده انت غريب جدا مشتل مشتل إيه بس يا زيكو اللي انت عاوز تعمله بقولك نت لغة العصر تكنولوجيا اي تي ثقافة معلومات تقولي مشتل مين اللي فاضي يزرع ويفلح النهاردة الله أنا عايز الخضرة والورد يبقى في كل مكان في الحارة حتى جوة البيوت عشان الناس والأطفال يستمتعوا بيها وأنا هساعدهم على أنهم يتصقفوا ويتصلوا بالعالم الخارجي ويعرفوا معلومات أكتر عن كل الدول وده أهم يا زيكو أهم لا يا زيكو لا لا المشتل أهم عشان نجمل الطبيعة وكمان ممكن نصنع منها أدوية نعالج بيها أمرات كتيرة فيهم خلاص يا زيكو أنت هتدقني ليه؟ كل واحد يعمل اللي ريحه خلاص ها أنا زعلان ومت ضايق ولا جعانو عايز أكل آه عايزين ناكل بس فيه جايكو لوسي تاكلوا بعد فشلة العملية يا فشلة كنا هنطلع منها برشينكو هيسين حننغنر بيه نفسنا معلش يا أبي خبها في غير المهم من أكل ناول المهم من أكل ناول ومرة تصيب ومرة تخيط لا ما ووا ما فيش حاجة تخيط لازم كل مرة تصيب كنا اللي غلطان عشان هتمتع لأتين فشلة زيوكو احنا ما أسرناش يا أبي احنا كنا مشينا على الخطة بحذافيرها ولا إيها بصباح ها احنا كنا مشينا على الخطة بحذافيرها زي ما فاتلة بيقول لو مشينا على الخطة ما كناش فشلة انا ما كنله عاد ماشي من دماغه لكن معلش ده مش هيحصل تاني خالص لازم نفكر كويس قبل ما ننفذ العملية باش نفكر كويس يا أبي يلا يلا فكروا فكروا ما تعصبونيش النت هو الأهم طبعا لا المشة الأهم مش كده يا طمطم لا النت مش كده يا طمطم المشة اليازيكة قوليه يا طمطم ما تقول يا طمطم ما تقول يا طمطم أقول إيه؟ هو أنتم ادييني فرصة عشان أقول رأيي عندك حق يا طمطم أنا شخصيا آسف وأنا كمان آسف يا طمطم إحنا فعلا محتاجين نعرف رأيك أنت وبوغي أنا رأيي إن المشروعين هايلين بشرط نستغلهم صح إزاي يا طمطم؟ يعني ما نضيعش طول الوقت عنات في اللعب وكمان المشتل هيساعدنا في تجميل الميادين والجناين علشان كل الأطفال تستمتع بيها بقولكو إيه؟ خلونا بقى في المهم يلا بينا بقى يا زيكة نتو زيكو عشان نصطاد أنا مجاهز ردتي من الصبح إنتوا تصطادوا وأنا بقى هقعد أرسم فعلا أنا نفسي نفسي قوي أكل سمك طازة البيب القصطى الشكشك سلام عليكم يا شفيئ أهالي وعليكم السلام يا شكشك بيه شاكشك شاكشك وأنا شاكشك نعم يا بابا إنت تنسب نوافع الباب كده كتير ولا إيه؟ ده بابا معايا بس يعني اتفضلوا الله أمال فين زيكة وزيكو وزيزي رحوا فين؟ زيكة وزيكو رحوا يصطادوا مع بوجي زيزي هي اللي في القوضة قعدة عالكمبيوتر تعالوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضل يا بابا إزايك يا زيزي؟ الحمد لله عمي شكسك ما تخليك بعيدة على التلفزيون شوية يا زيزي بس عشان عنيك بتتعبكيش ده مش تلفزيون يا جدك ده كمبيوتر كمبيوتر اه كمبيوتر ده ايه ايه مش عارف ما هو كل تلفزيون يعني لا يا جده ده جاهز لتخزين المعلومات والبرامج وكمان كتب كتير ومجلدات كتب ومجلدات؟ عليه مكتبات في كل المجالات يعني مش انت لوحدك يا سباب اللي عندك مكتبة انا هجبلكو حاجة تشربوها على بال ما تخلصوا كلام بعزيزي ما تتعبش نفسك يا شفيئة هانم لا لا ما فيش طعب ولا حاجة ده البط بيتكم وفيه ايه كمان الكمبيوتر ده يا زيزي اسمه ايه الكمبيوتر اه فيه ايه؟ سبكة الانترنت وإيه التت ده كمان نيت اه ايه ايه يعني ايه؟ دي اكبر سبكة اتصالات في العالم كله لو عايز تعرف اي معلومة في اي مجال تجيبها من عليها يا السلاة بالدرجة دي وكمان تقدر تكلم من عليها اي حد في اي مكان في العلم يا سبحان الله كل ده في جاس كمبيوتر ده؟ يا ساتر صحيح علما الانسان ما لم يعلم انت يخلى العالم قرية صغيرة يا عم شكشك فعلا يا زيزي بس الكتاب برضو لهقمته وانا سخصيا يعني ما كتبت فيها كتب نادرة؟